والله إنها العالم هجت بهذه الكلمات تعبر أم إبراهيم عن معاناة رحلة نزوحها مع أحفادها من مدينة الرقا هربا من جحيم الموت والتي انتهت بإقامتها وعشرات العائلات في مخيم عشوائي بريف حلب والله كنا عايشين بها الكتالين ونادلين ببيوتنا وتهبطت البيوت وراحت وننعيش إحنا وإذا ندور دربة دربة خضر نشرب دمعت ما يملاك اللقمة أو تعيشها العيالات وهذه الصغار هذه الله يساعدها يتحدث الأهالي عن رحلتهم الشاقة التي استمرت لأسابيع سيرا على الأقدام بين الألغام وقصف طائرات التحالف حتى انتهى بهم المطاف في هذا المخيم الذي يبلغ عدد قاطنيه قرابة الثلاثون عائلة توزعت خيامهم في منطقة جبلية وعرة حيث يفتقد المخيم لكل سبول الحياة من انعدام مياه الشرب ونقص حاد في المواد الغذائية دون أن يتلقوا أي دعم من أي منظمة على حد وصفهم يعني بداية ما طلعنا من المنصورة اللي ثبع الرقة يعني طلعنا طلع بستر على الله يعني نشوف وإحنا ماشيين نشوف بعض السيارات بعضها نشوفها فاجر بهلقم ونشوفها الوادم من الثرى حولها طلعنا تجاهنا على جرابلس مضى يومين ثلاثة حاصرين تطلعنا خروج بيان خروج أن نخرج من الأراضي هذيك وتعذبنا شثير مضينا بهالرحلة مضينا شيء 12 يوم من بداية طلعتنا اليوم نوصلنا الريف حلبة الغربي والوضع شوفت عينكم يعني والله وضعه لا أحد متعرف علينا ولا أحد يا أخي لا حوله ولا قوتنا لبل ولكن فيه نستقرر شوي خيم تالفة وخدمات معدومة وظروف حرب ورحلة نزوح هكذا يعيش السوريون في ظل حرب نظام الأسد على الشعب السوري ولكن الأمل بالنصر يحدوهم بالثبات والصبر عشرات العائلات الهاربة من مدينة الرقة تحط رحالها الأخير بمخيم بريف حلب بعد رحلة طويلة وشاقة عانوا خلالها ما عانوه على أمل بعودة قريبة إلى ديارهم عمار جابر أوريانت نيوز ريف حلبة الغربي ترجمة نانسي قنقر